الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلواته ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتحدث في هذا اللقاء عن أهمية أسباب النزول وعناية العلماء بها وهو العنصر الأخير في الدرس الأول من دروس أسباب النزول الحديث عن أسباب النزول وأهميتها فرع عن الحديث عن أهمية التفسير فعلم التفسير علم جليل مهم بل هو أشرف العلوم لأنه يتعلق بكتاب الله تعالى ولا شك أن الاهتداء بالقرآن الكريم وتدبر آياته لا يتحقق على الوجه الصحيح المطلوب إلا إذا عرفنا معاني الآيات ولا نعرف معاني الآيات وخاصة الآيات التي لها سبب إلا إذا عرفنا أسباب نزولها والوقائع التي نزلت هذه الآيات في شأنها ومن هنا فإن أسباب النزول مهمة جدا لكل من أراد أن يهتدي بالقرآن أعيد أسباب النزول مهمة جدا لكل من أراد أن يهتدي بالقرآن لأننا لا نهتدي بالقرآن حتى نفهمه ونحسن معرفة المراد منه ولا يتحقق ذلك على الوجه الأكمل إلا بمعرفة أسباب النزول وهذا سيأتي تفصيلا إن شاء الله عند الحديث عن فوائد أسباب النزول لكننا نريد هنا أن نقرر حقيقة كبرى تتعلق بأسباب النزول وهي أنه علم جليل المقدار عظيم المنزلة لا يستغني عنه طالب العلم عموما ولا من تصدى لدراسة القرآن الكريم وتفسيره على وجه الخصوص فلابد أن نعتني بهذا العلم عناية تليق بمكانته طبعا لا شك أن لأسباب النزول أثرا في فهم القرآن وفي فهم الشريعة كلها وفي معرفة الفقه وفقه الأحكام لأن أسباب النزول تعطينا تصور واضح عن تاريخ التشريع وعن وقائع مهمة حصلت في زمان نزول الآيات كيف عالجها القرآن كيف جاءت هذه الآيات لتبين الأحكام التي يحتاجها الناس في ذلك الزمان وأيضا لكل زمان لأننا نعلم جميعا بأن القرآن الكريم كتاب للناس جميعا وهو آخر الكتب وهو مستمر إلى أن يريث الله عز وجل الأرضاء ومن عليها وإلى أن يأذن الله عز وجل برفعه في آخر الزمان فأسباب النزول في غاية الأهمية مما يبين أيها الإخوة الكرام أهمية أسباب النزول كما يذكر الدكتور خالد المزيني في كتابه المحرر في أسباب النزول يقول إن أسباب النزول في غالبها حكايات وقصص منها ما هو مختصر ومنها ما هو طويل مبسوط وهذه القصص تصور العصر الإسلامي الأول وتصور واقع الذين كانت تتنزل عليهم الآيات القرآنية لتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم وتصور بيئتهم العامة ومفاهيمهم التي كانت سائدة بينهم وهذا من الأمور التي تقدم نفعا جليلا في فهم المعنى إذ هي تبصرة بالمناخ الذي نزل فيه النص وكثيرا ما يقع المفسر في الخطأ لأنه فهم النص وهو يضع في اعتباره واقع المجتمع الذي يعيشه هو لا واقع البيئة والمجتمع الذي نزل النص لمعالجته بالتعليم والتوجيه والتربية وهذا ما يسمى بزمن النزول أو العرف في زمن النزول فلابد أن نكون على بينا وخاصة نحن كمسلمين كطلبة علم كمهتمين بفهم الشريعة لا بد أن يكون عندنا تصور واضح عن ظروف وملابسات نزول الآيات في زمن النزول من وجوه أهمية أسباب النزول أنها تكشف لنا عن الظرفين الزماني والمكاني الذين أنزلت فيهم الآيات فمن خلال القصة نعرف متى نزلت وفي أي سنة ونعرف أين وهذا يقدم للمفسر نفعا جليلا ويهديه إلى مفهوم أدق وأقرب إلى المراد وذلك أن من الآيات ما لا يلائم ظرفا من الظروف في حين أنه قد لا يلائم ظرفا من الظروف في حين أنه قد لا يلائم الظرف الآخر أو ظرفا غيره وإذا أردنا مثلا أن أطلعكم على ما ذكر الدكتور خالد في هذا الكتاب هذا ما يقوله أمامكم الآن فهي تقدم للمفسر نفعا جليلا لأنها تعطيه الظرفين الزماني والمكاني ثم يقول وذلك أن من الآيات ما لا يلائم ظرفا من الظروف في حين أنه لعل في خطأ أن من الآيات ما يلائم ظرفا من الظروف في حين أنه قد لا يلائم ظرفا آخر إذ ما يلائم في مواسم الأعياد قد لا يلائم في أوقات التحريض على الجهات وما يلائم حال المناسك قد لا يلائم في مواضع البيع والشراء وهذه قضية مهمة جدا تتعلق بفهم القرآن وكيفية التعامل معه وأيضا فهم الأحكام المستنبطة منه ثم ذكر أيضا من أهمية أسباب النزول أن أسباب النزول تبين الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي كان عليها الذين أنزلت عليهم الآيات وهذا يفيد المفسر في فهم المعنى أو في استنباط الفوائد من الآيات ويدخل في ذلك تصور حالات السلم والحرب والأمن والخوف وسعة الرزق والجوع والنصر والهزيمة والإيمان والكفر والنفاق ونحو ذلك من الأحوال النفسية التي يستدعي كل منها ما يلائمه من التعليم والتوجيه والتربية ويدخل في ذلك تصور الحالات الاجتماعية كالبداوة والتحضر والرفعة والضعة والقوة والضعف والقيادة والإنقياد وغيرها من الأحوال التي تتطلب ما يلائمها من البيان وكل هذا إنما ينكشف ويتبين بمعرفة أسباب النزول ثم يقول ومما يبرز أهمية أسباب النزول ومكانتها احتواؤها على حكم التشريع البالغة وأسرارها الباهرة التي هي من أكبر الشواهد على كمال علم الرب تعالى وحكمته ورحمته وبره بعباده ولطفه بهم وما اجتملت عليه من بيان مصالح الدارين والإرشاد إليها وبيان مفاسد الدارين والنهي عنها وأنه سبحانه لم يرحمهم في الدنيا برحمة ولم يحسن إليهم إحسانا أعظم من إحسانه إليهم ورحمته لهم بهذا الدين القيم وهذه الشريعة الكاملة ولهذا لم يذكر في القرآن لفظة المن إلا في سياق ذكر هذا الأمر يعني المن عليهم بإنزال الآيات لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته يمنون عليك الأسلام قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين فلا شك أن معرفة هذه الأشياء تعرفنا بالرب سبحانه وتعالى وهذا أعظم العلم أعظم العلم هو العلم بالرب فلما نعرف أسباب النزول ثم نعرف لطف الله عز وجل وحكمته في تنزيل الآيات نتعرف على الرب وهذا الأمر أيها الإخوة معرفة الرب هو غاية العلوم وغاية العبادات وغاية كل شيء أن نعرف الرب وهذه قضية كبرى في العلم قاعدة عظيمة كل علم إذا لم يعرفك بالله فهو وبال وخسار وضياء كل عمل لا تتعرف به على الله ويوصلك إلى الله فهو ضياء وحسرة هذه قضية ذكرها الله في كتابه قال الله عز وجل في سورة المائدة جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم جعل هذه الأشياء كلها لأجل أن نعلم أن الله يعلم ما في السماوات وأنه يعلم ما في الأرض سبحانه وتعالى وأنه بكل شيء عليم وقال في آخر سورة الطلاق هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فإذا عرفنا أسباب النزول وعرفنا كيف نزلت الآيات لتعالج الوقائع التي تقع عرفنا كيف أن الله يرحم عباده كيف أن الله يعلمهم يبين لهم اقرأوا مثلا سورة المجادلة وكيف أن المرأة هذه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي تشكو إليه حالها فينزل القرآن في شأن امرأة ضعيفة امرأة من نساء المسلمين قد لا تعرف ما عرفناها إلا من خلال هذه السورة وسميت السورة باسمها ما أعظم الله سبحانه وتعالى حيث يرحم عباده ويبين لهم ويزيل عنهم ما يشكل فهذا لا شك يعرفنا بالله سبحانه وتعالى وأنا أقول إن هذا أهم ما يمكن أن يقال في أي علم أنه يعرفك بالله سبحانه وتعالى إضافة لي لأن أسباب النزول تفيد في أشياء كثيرة لا يمكن الإتيان عليها كلها في هذه الدقائق فأسباب النزول تكشف حكم الشريعة وأسرارها وفي هذا من الخير ما لا يخفى إضافة إلى أمور أخرى تفيد الدعاة إلى الله وتفيد المصلحين وتفيد العلماء وتعينهم على الدعوة إلى الله وعلى بيان الأحكام للناس كل هذا من خلال التعرف على أسباب النزول وهناك أيضا فوائد تتعلق بالتفسير سيأتي تفصيلها إن شاء الله في مبحث فوائد أسباب النزول ونذكر لذلك أمثلة متعددة حتى نكون على أبينه بأهمية هذا العلم الجليل نعود فنقول إن أهم أسباب النزول لها أهمية كبرى خاصة لمن تصدى للعلم واشتغل به أما العلماء وهذا فرع عن أهميتها فقد اعتنوا بها ونختم بأنهم ألفوا فيها كتب متعددة إضافة إلى أنهم حرصوا على تدوينها في كتب السنة فقد ألفت فيها مؤلفات وتعود هذه المؤلفات إلى قسمين قسم يتعلق بالرواية رواية الأسباب ومن أشهرها كتاب أسباب النزول للواحد ثم جاء بعده ابن حجر العسقلاني رحمه الله وألف كتاب هو العجاب في بيان الأسباب وقد كان مفقودا إلى قبل يعني مدة ثم حقق وخرج منه ما وجد وهو إلى صورة النساء لأن ابن حجر لم يكمله وقد طبيع في مجلدين بتحقيق جيد العجاب في بيان الأسباب وهو من أهم كتب أسباب النزول ثم كتاب السيوطي في الوباب النقول في أسباب النزول هذه من أشهر الكتب في الرواية ثم جاء المتأخرون فأرادوا أن يمحصوا هذه الكتب وينقوا هذه الكتب مما فيها فألفت كتب في الصحيح في صحيح أسباب النزول لابراهيم العلي وأيضا كتاب في الصحيح المسند من أسباب النزول المقبل الوادعي ألف باحثان وهما سليم الهلالي ومحمد موسى النصر كتابا كبيرا جيدا وهو الاستيعاب في بيان الأسباب وهذا الكتاب من الكتب الجامعة جمعوا كل الأسباب ثم حكموا عليها صحة وضعفا وأيضا من الكتب الجيدة المحرر في أسباب النزول القرآن من خلال الكتب التسعة وهو الكتاب الذي قرأت عليكم في مقدمة هذا العلم وفي الفصول السابقة منه وهو من الكتب الجيدة وهناك كتب أخرى في أسباب النزول من بحث عنها سيجدها لكن هذه الكتب هي من أهم الكتب أسأل الله جل وعلا أن ينفقنا لما يحب ويرضى وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين